لقطات جديدة لرصيف غزة العائم تظهر قارباً أمريكياً على متنه جنود قبالة شواطئ القطاع من أجل تقديم الدعم والحماية ومراقبة أعمال الرصيف يأتي هذا بينما قالت مسؤولة أمريكية إنه قد يتم تمديد تفويض تشغيل الرصيف العسكري الأمريكي قبالة ساحل غزة لما بعد 31 يوليو إذا تمكنت واشنطن ومنظمات الإغاثة من إدخال المساعدات مرة أخرى إلى الفلسطينيين في الأيام والأسابيع المقبلة كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في مارس الماضي عن خطة لإقامة رصيف بحري لإيصال المساعدات في ظل مجاعة وسط استمرار الحرب في القطاع وتشير تقديرات الجيش الأمريكي إلى أن تكلفة الرصيف العائم تبلغ أكثر من 200 مليون دولار ويشارك فيه حوالي ألف من العسكريين بينما لم تتوافر تقديرات لتكلفة تمديد عمليات الرصيف وبنت واشنطن هذا الرصيف بعد قيود صارمة فرضاه الاحتلال على دخول المساعدات برا إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب على مدار الأشهر الماضية لكن مراقبين يشككون في نوايا بناء هذا الرصيف بينما تنفي واشنطن أن يكون الجنود بمنطقة الرصيف العائم موجودين لأغراض عسكرية وتؤكد أنهم فقط للحماية وتقديم الدعم وبدأت المساعدات في الوصول عبر الرصيف الذي بنته الولايات المتحدة في السابع عشر من مايو لكن ما وصل منها إلى أهالي القطاع ضئيل جدا حيث ألحقت الأمواج أضرارا بالرصيف مرات عدة مما استدعى إجراء إصلاحات به كما أدى سوء الأحوال الجوية إلى الحد من عدد الأيام التي يتم تشغيل الرصيف فيها وتقول منظمة الصحة العالمية إن الرصيف غير قادرا على تزويد الفلسطينيين بمستوى المساعدات التي يحتاجون إليها في وقت أعرب فيه معظم المشاركين في جهود الإغاثة في غزة عن مخاوفهم من أن هذه الجهود المذهلة والمكلفة قد صرفت الطاقة والاهتمام عن الضغط السياسي الذي يجب أن يمارس على دولة الاحتلال من أجل فتح المعابر البرية بالكامل أمام الشاحنات